ترجمة نانسي قنقر روز أفن بينا أدوان ملوات أدوان ملوات أدوان ملوات أدوان روز أفن بينا ملوات أدوان مين اللي بقتك؟ مين اللي بقتك؟ وانتو فين دلوقتي؟ يعني كنو تمام؟ ما حصلش عواء؟ برك أنكو بخير لا لا أصلي كان قلبي مقبوط شوية وعيني كت بترف عشان كده تلاقي صوتي مخستة حبتين توصلوا بالسلامة يا حبيبي خميس لا إله إلا الله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله أشكرك يا رب أشكرك كرامة هاتي لي ماء ياخد الدور شربي تقورين يا حاجة هاتي لي ماء يتوضع عشان أصلي ركعتين شكري لله حاضر يا حاجة الحمد لله حي بركلك يا رب بالراحة على نفسك سلوسي اللحة على اللي في سنك خطر عايزك تلمي شوية مشاعرك اللي متبعترة دي حتطفيشي الراجل حيزهق حيهج حيهج أنا هعوزك تطلعي أنت ليه يا أختي من قلة النسوان اخص الحق علي كنت عايزك ترمي العظمتين تزبطي هرموناتك بدل ما الحايزبونا اللي بوا تجيبلك واحدة على الزيرو وتقلبلك عدده وتحطيلك فوتصافرة عارفة ليه؟ عشان البيبي ولي العهد قصلي انت ما بتخلي فيش قول إن شاء الله بحق انت بنت حلال مشاك وما تصدقيش أي حد يقوللي الكلمة غير كده حتى لو كنت أنا وفي لحظة غضب وأي مهمة وطنية بعد كده هتمسلنا برا هتكوني على رأس الوفد سواء داخلياً أو خارجياً بس أنا زملات الأدام يشلوا مني الأدامية دي سبنها للحكومة إنما هنا الكفاءة هي الأهم وإنت أثبتت كفاءتك والباشا اعتمد وخدنا الشهادة مساء الأنوار يا برينس شلبي وقمرني خد دول وزبط الميه ما تقلقش يا برينس كله في السليم شلبي وقمرني فكها شوية يا شلبي ده مش مال حرام إنه هم يصب في المصلحة العامة يا برينس برافو عليك أنت أمير يا شلبي تلميزك جو اي جو بوسي مش بيوتك قربت ولا أنا بيتهيقني سلامتك من التهيقات يا برينس قربت طب مش نجهز بسرعة عشان نحافظ على الكفاءة تؤمرني يا برينس بوسي نصيحة من أخ الأخ وفاري تأتيك الفياضة لساعات العمل الرسمية وإياكي والاستهلاك المجاني أمرك يا برينس من بكرة الصبح اسمك وسورتك راس براس على الوجهة جنب رمانة وإنتي وشطرتك بقى إفيه؟ أنا شام مريحة كده مش ولا بد أبداً هنا في القوضة ينيلك أنا مش نقصة قرفة بقولك إيه؟ روحي روشي ولا بخاري ولا أعمليلك أي منظر مش في القوضة يا ستي أمال فيه؟ في الصلاة كلها بيتة يا بيسا أنا كنت برتاحة من زنك اليومين اللي فاتوا حتلتتي مش طالباكي ده مش لت يا قبلة ده كمين والمصحة في الشريف كمين وبيتنصب لك نهاري سود إنتي حتشليني يا بيت ما تجمي بالآخر وتقولي فيه إيه؟ سمعت ترتيش كلام كده إنه هم نويين يعلوا اللي اسمها بوسي دي ويخلوها نمرأ إيه الهابل ده؟ ما هي اللي ما تتسمى دي كل يوم بتقدم نمرتها مع الفرقة إيه الجديد؟ هبل؟ طيب يا اختي بقى على راحتك اللهم ما بلغ اللهم ما تشهد بيتة يا بيسا هم انت عارفة حياة؟ يا ستي نوين يخلوها من أول بكرة نمرأ لوحدها نمرأ لوحدها؟ هم هنوح هنوح أنا خميس يا كانتين هنوح هلحك يا كبير كميس برا ونجاب مع رимо رجل من رجالٍ تهريل ايه هو هو فين دلوقتي؟ Professional بالوقت منطرم علينا اهلا يا كبير ليه هاه حدا نأو إليو راجل دا جاي عاوها نفس عليه جاي عاوز يعمليني مشكلة مع الماشا هو حد يضرب عني النار ايه يقول رجالة كده عمرك يا كبير ما حد يش يضرب عني النار ازاي تسيبه ويروح لوحدي يا ابو سيدنا ازاي ما انت عارف ابنك يا حاجة خميس دماغ وأنشف من رئي العشار غلوب تتحيل عليه ياخد معه حد تاني غير الزوز قال لي لا الزوز وبس راح يحط ايده في جحر تعابين مسمومة حلف ما تعد اللي لادي غير لما يعلم على النوح ورجالته وخد الواد اللي مسكناه وروح له بيه وايه اللي عرفه ان النوح وراها ما هو الواد اللي مسكناه قرر وجاي تقعد جانبي عايز اينا اعملي تاني يا حاجة الخميس خلاص ما بقلوش كبير وصغرني الليلة في حوارات كتير قوي عايز ايه توصل ليه تاني يا حاجة تاخد الرجالة وتروح على بيت النوح وتلبادله هناك لغاية ما يطلع مايصحش يا فاندينا يبقى ظهروا عريان في قصة ناس زي يدي ايوه حاجة بس دا كده اقولك ايه؟ دا امر امر يا بوسينا حاجة يا جمائل يا رب حاضر يا حاجة رجالة تتواجل وميخبوش رجالة بالضلمة ودي منسالك ودي مرسالك يلا 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 معالي يلا معالي اشتركوا في القناة